جهود ضخمة وعمل متواصل نحو تشكيل آفاق جديدة للعالم والبشرية إذ تقود المملكة باكورة تلك الجهود في إطار رئاستها لقمة قادة دول مجموعة العشرين التي ستستضيفها في الأيام المقبلة وقررت الرياض تنسيق أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي الذي يشكل نحو 80% من إجمالي الناتج المحلي العالمي و75% من التجارة العالمية و65% من سكان العالم تحت شعار اغتنام الفرص للجميع للمضي قدما بروح التعاون والتضامن خصوصا في ظل أزمة كورونا التي تعصف بالاقتصاد والصحة العالميين ثلاثة محاورة أساسية تركز عليها المملكة خلال قيادتها للمجموعة أولها محور التمكين الإنساني من خلال تهيئة الظروف التي تمكن الجميع لسيما المرأة والشباب من العيش الكريم والعمل والازدهار ثانيا الحفاظ على كوكب الأرض وذلك بتعزيز الجهود الجماعية لحماية كوكبنا فصوصا فيما يتعلق بالأمن الغذائي والمائي والمناخ والطاقة والبيئة إلى جانب تشكيل آفاق جديدة من خلال تبني استراتيجيات جريئة وطويلة المدى لمشاركة منافع الابتكار والتقدم التقني وتلتزم رئاسة المملكة لمجموعة العشرين قيادة الجهود المشتركة لتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل كما تسعى إلى دعم الفئات والمجموعات الأكثر ضعفا وتطوير الفرص للجميع وتمكين الحصول على الخدمات الأساسية للتنمية لمجمل القول في حصر بن أحمد